رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن هناك توجهات من الرئيس عبدالفتاح سيسي بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين واسترقابة مشددة على الأسواق تواصل جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعر مخفضة زيلانيسكي يدعو قادة ربا لوقف التجارة واستيراد البضائع من روسيا الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جنيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى ترأس مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسؤول الجهات المعنية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهات مستمرة من سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين على مدار الفترة القادمة وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تدعيات الأزمة الحالية أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توفر السلع الاستراتيجية ووجود أرصد منها لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق كما طالب رئيس الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الجهري وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع إلى جانب العمل على توفير تمويل اللازم لتأمينها من ناحية أخرى اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير البترول طرق الملال لاتمأناني على توافر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية كنتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية هذا وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توفر المنتجات البترولية في ظل التحديات الراهنة والتي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ونعكاستها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة من جانبي أكد وزير البترول أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة وذلك عند مستويات آمنة مشيرا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول وتعمل على توفير مخزون آمن منها تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي جهود صندوق مصر السيادي في جذل استثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط هالا السعيد وعدد من المسؤولين وأشرت وزيرة التخطيط إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم لمصر بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى أضفت السعيد أن السفقات الاستثمارية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد وترسيخ وضع مصر كأحدى الوجهة الاستثمارية الرائدة في العالم للمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي دكتور علي بعد التحية أهلا بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في الاجتماع الثاني لمتابعة تأثير التغيرات العالمية قال إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جزء مهم جدا في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي إن احنا نكون يعني وضع المواطر المصري واحتياجاته إن هي يكون فيها نوع من أنواع الاستقرار وإن احنا نلبي احتياجاته الأساسية بالأسعار المناسبة ليه وده يمكن جزء مهم جدا إن ما يبقاش فيه أي عجز في السوق المحلي من أي سلعة استراتيجية أو أساسية وفي نفس الوقت إن هي تقدم بأسعار مقبولة للمواطن وأسعار عادلة جزء منها مطابق بزيادة المعروض السلعي والجزء الآخر مطابق بأرقابة على السوق وهي مواجهة أي حالات مخلفة أو جشع من بعض التجار وبالتالي ده غاية فيه الأهمية في ظل وطيرة أحداث على مستوى العالمي يمكن للأسف الشديد يعني خلينا نقول وطيرة سريعة وفي نفس الوقت أثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى الآن ما نقدرش نقول إنها متى تنتهي وإلى أي مدى سوف تصل طيب دكتور علي بما طرحته الحرب الروسية الأوكرانية من تضخم وزيادة في التضخم على المستوى العالمي ككل إلى أي مدى يعني اقترى ما تقوم بها الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر من الحرص الشديد على توافر السلع للمواطنين وبالأسعار المسعارة وبالأسعار المناسبة وتكون في يد الجميع خلينا نبدأ كلامنا بأن إحنا لما يعني نستعرض على سبيل المثال وليس الحاصل ولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد على مستوى العالم بيعاني من معدل تضخم هو الأعلى على مدار 20 سنة 7.9% منطقة اليورو معدلات تضخم وصلت لحوالي 5.9% وهي الأعلى على مدار 30 عام وبالتالي معدلات التضخم للأسف الشديد بتاخد وطيرة سريعة جدا وكبيرة جدا وبأرقام خلية سريعة الأقصاد المصر جزء من العالم وبالتالي تأثر بإرتفاعات فيه معدلات التضخم وتابعنا ده وتيمكن الشهرين الماضيين سواء الشهر الماضي بـ 2% زيادة والشهر الصابق ليه بـ 1% وبالتالي كان هنا قرار المركزي بالعمل على رفع أسعار الفايدة اليوم بـ 1% وده الغرض منه أنه هو يقلل من حجم السيولة ويقدر أنه هو يستوعب قدر كبير من معدلات التضخم فده يمكن إرجاء كمان شوفنا بعض الاقتصادات على مستوى العالم ابتدت أنها كمان تتحرك على هذا الأمر المرتبط برفع أسعار الفايدة يمكن بعض الدول العربية على سبيل المثال زي الإمارات السعودية الكويت البحرين قطر كلها رفعت أسعار الفايدة بالنسبة للبنوك المركزية ليهم الأيام الماضية يعني ليست الدولة المصرية وحدها من اتخذت مثل هذه القرارات طب دكتور علي اليوم في البورسة المصرية شهدت ارتفاع كبير في كافة الأسهم والتعاملات وصلت لي 30 مليار جنيه إلى أي مدى يعني نرجع هذا التطور وهذا يعني التحقيق للأرباح على مستويات أسهم البورسة جميعها الجزء منها طبعا مرتبط بالقرار الخاص بتخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية النهاردة كان فيه تخفيض لأسعار الصرف بالنسبة للجنيه أمام العملات الأجنبية بأكثر من حوالي 11% ده بيدي فرصة كبيرة جدا للأجنب على وجه التحديد أن يزودوا من عمليات الشراء في الظروف دي وبالتالي حصل الأرباح ديتنا جزء منها مرتبط أكيد بيه تخفيض سعر الصرف واللي كمان بينعكس مش على بس الاستثمارات المباشرة ولكن أيضا على الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير مباشرة النهاردة شفتها في البورسة لكن أتوقع كمان على مستوى الاستثمار الأجنبية المباشرة أن يحصل كمان فيه إن شاء الله زيادة خلال الفترة القادمة ومش ده بس لكن خلينا أقول بعده مصادر دولارية بشكل عام يا إن شاء الله يعني هنشوف أن يحصل فيها يمكن تحسن بشكل كبير لأن كمان لما تابعنا القرارات اللي خرجت من بعض البنوك المصرية بتقديم شهادات استثمار بعيد 18% في سنة فبالتالي ده حيدي فرصة لزيادة أكبر في تحويرات المصريين من الخارج خلال الفترة القادمة فأعتقد أن زيادة حجم المصادر الدولارية للإقصاد المصري أكيد ده بشكل واضح حينعكس كمان إن شاء الله على سأساف اللي بنتمنى كلنا أنه هو يعني خلينا نقول يعني يتافع بعض الشيء خلال الفترة القادمة في ظل يمكن توقعات البعض بيستمارة للإنخفاض لكن أحب أن نحن على مصادر الدولارية بإذن الله تعود عملية التخفيض اللي حصلت اليوم كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأسازة الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد شكرا جزيلا لك أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بتحديد سعر بيع الخبز الحر بما يشمل الخبز المميز والخبز الفينو مع إلزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسهر البيع على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعر آخر نص القرار في مدتي الأولى على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرش للرغيف زينة 45 جرام و75 قرش للرغيف زينة 65 جرام وجنيه واحد للرغيف زينة 90 جرام و11 ونصف جنيه لكيلو الخبز المعبأ كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بالسعر 50 قرش للرغيف زينة 40 جرام و75 قرش للرغيف زينة 60 جرام وجنيه واحد للرغيف زينة 80 جرام فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 704 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وضبط أكثر من 105 أطنان من السلع الغذائية دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكارونا وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية وذلك على الصعيد العام أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فتم ضبط أكثر من 24 طن دقيق مدعم كما تم ضبط أكثر من 270 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية هذا بالإضافة إلى ضبط 13 طن اسمنت و20 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء وضبط أكثر من 204 أطنان اسمنت وأكثر من 66 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر أولى تهتمماً خاصاً بقضية تغير المناخ ووضعت خلاله التكيف مع التغيرات كأولوية الرئيسية وخلال كلماته أمام الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية انتهجت خطاً شاملاً في جهود مواجهة تلك الظاهرة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة ووضع السياسات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر لقد أولت الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ وضعت خلاله التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية رئيسية وهو ما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على المسئولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض وفي هذا الإطار انتهجت الدولة المصرية خطاً شاملاً تمضي فيه مجهوداتها الوطنية في مواجهة تلك الظاهرة إلى جانب الانخراط الإيجابي والمكثف في كافة الأنشطة العالمية لمواجهة تلك الظاهرة فعلى الصعيد الوطني عمدت الدولة المصرية إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئ ووضع السياسات الكفيلة بمجابهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة استهدفت وضع قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مقدمة الأولويات المصرية في إطار الاستراتيجية التنموية المصرية عشرين ثلاثين كما أطلقت مصر على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عشرين خمسين هنأت سيدة انتصار السيسي كل الأمهات بمناسبة تعيد الأم وقالت سيدة انتصار السيسي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنه برغم كل التحديات تظل الأم المصرية نموذجا يحتذا به كبطلة وكشخصية محاربة من أجل أسرتها ووجهت سيدة انتصار السيسي تحية فخر وإعزاز وتقدير إلى كل أم باعتبارها المعلم الأول للأخلاق والمبادئ والمثل الأعلى ومنارة للحب والحنان فازت سيدة وحيدة دايداموني من محافظة شرقية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 استحقت سيدة وحيدة لقب الأم المثالية هذا العام بعد تضحيات وكفاح في تربية أبنائها السلاسة بعد وفاة زوجها منذ نحو 19 عاما قصة كفاحي بدأت في مقتبل العمر وأنا لسا صغيرة في التعليم بعد وفاة والدي ووالدتي وطركت لي خمس إخوة وحتى لتحقوا بكليات منهم طبي بطري ومنهم أخت شغالة في الصحة وأخ مجلسير ودكتوراه في القانون وأخت لم تعمل وأخت حاصلة على كلية تربية ومن عليها بعطاء آخر ومسئلية أخرى اللي زوج توفى بعد زواجي بفترة وجيزة بعد ست سنوات وترك ليها ثلاث أبناء كرم سفراء كندا والمكسيك والسويد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجائزة أبطال التغيير تقديرا لمساهمتها وإسهماتها المتميزة كنموذج للمرأة المصرية في عملية تنمية الدولة وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وخلال كلمة لها أكدت الوزيرة على الدور الذي تلعبه المرأة المصرية في دعم العمل البيئي خاصة مع تولي مصر رئاسة مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 2018 كوب 14 وحتى رئاسة مؤتمر كوب 27 في هذا العام التقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد وذلك خلال زيارة الحالية إلى العاصمة الباكستانية إسلام مبادة وقالت وزارة الخارجية أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وباكستان وتناول القضايا محل الاهتمام المشترك كما التقى شكري وزيرة دولة الباكستانية لتغير المناخ حيث كان شكري قد وصل إلى باكستان المحطة الرابعة لجولته الأسيوية التي شملت كل من ماليزيا والسنغافورة وإندونيسيا شهدت معارض أهلا رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين بكافة المحافظات الجمهورية وتميزت المعارض بتوافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق إقبال شديد من المواطنين على معارض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية وبتخفضات تتجاوز أكثر من 30% مع توفير كافة السلع الغذائية من اللحوم والدواج والأسماك والزيوت والأرز والسكر وجميع مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق في محافظة القليوبية تم افتتاح معارض أهلا رمضان في شبرى الخيمة حيث شهد المعارض وفرة في المعارضات من كافة أنواع السلع ومشاركة قوية من العارضين بتخفضات كبيرة كما أن المعارض ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك وفي الإسكندرية افتتح المحافظ محمد الشريف معارض أهلا رمضان الرئيسي بالمحافظة والمقام بأرض المعارض حيث شهد المعارض طرح كميات كبيرة للسلع الغذائية المتنوعة بتخفضات كبيرة خلينا أقول لكم أن جميع السلع متوفرة في محافظة الإسكندرية ما فيش أي حاجة ناص عندنا عندنا التخفضات تصل إلى 25% ثانيا إحنا عندنا عدد كبير جدا من المنافذ اللي موجودة في إسكندرية 323 منفذ في المبادرة بتاعت أهلا رمضان بنبيع اللحم بسعر الجملة وأقل من سعر الجملة شوية بنبيع كل الشمبر المشاف في مدون دهون خالص وأحمر ب120 جنيه بنقدم خصمات طول شهر رمضان كله من حوالي 10% لغاية 25% إحنا عندنا تنوع كثير جدا من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة الفترة دي فيه سكر فيه رزي فيه زيت كل السلع الأساسية كلها النهاردة عليها دعم وعليها التوفير قوي جدا إحنا مشاركين لحد انتهاء فترة المعرض وعندنا كل يوم فيه أبديتينج للأسعار بتشكيلة كبيرة وتشكيلة متنوعة من المعرضات بتاعتنا كل يوم كما شهد معرض أهلا رمضان في محافظة المطروح إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أشادوا بالمعرض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم طبعا ده جهد موفور من الدولة هنا مشكورين عليه وربنا إن شاء الله يكرمنا وتكون كل الاحتياجاتنا موجودة في المنافس دي لعشان شهر رمضان الكريم بإذن الله المنفس ده كويس جدا لأن الأسعار فيه هنا رخيصة يعني أنا داخل كي شفت كرتونة البيضة عاملة 53 جنيه فما كان تاني عاملة 60 و65 مثلا وفي محافظة السويس ابتتح عبد المجيد صقر معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بحي السويس بتخفيضات لأخثر من 30% مؤكدا أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية أدي أسعار اللحمة عندنا المستوردة هي في السويس والنحية التانية شفت اللحمة البلدي الكندوز الصغير ب135 إحنا هنا في السويس أنا لما قلت أن إحنا عندنا الأسعار كويسة والناس بتتراحم في السويس التجار مع الناس ده المنظر اللي أنتو شايفينه والمنظر اللي وراء دول هنفتح شوادر به في نفس الأسعار في جميع الأحياء أسعار جميلة جدا وياريت كده على طول على طول بجد دي فكرة حلوة جدا جدا وهي للشعب السويس بشكركم كتير 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 إحنا بنشكر كل من ساهم وساعد في أهلنا الرمضان بمبادرات خير ويا رب من قطع عننا الخير لينا وليكم كل سنة وحضراتكم طيبين جهود كبيرة تبدلها الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأبث رسالة تمؤننا للمواطن ومحاربة اهتقار بعد التجار للسلع الغذائية وذلك بفتح أكبر عدد من منافذ السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان في عدد كبير من المحافظات هذا وقد شهدت معارض أهل رمضان بمحافظات القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وغيرها من المستلزمات بأسعار مخفضة تقل عن مثلتها في الأسواق وتوجد بالقليوبية خمسة معارض أهل رمضان على مستوى المحافظة بمدن توخ وشبرى الخيمة وبنها والقناة للخيرية وقليوب بالإضافة إلى تسعين مجمع استهلاكي لتوفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض اللحوم والسلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة أهلا بكم إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولياك أن المفاوضات مع الوفد الروسي ستتواصل اليوم وقال بودولياك إن هناك عملا مكسفا للغاية لتوصل إلى نتائج مسمرة في تلك المحادثات يذكر أن روسيا وأوكرانيا تواصلان المفاوضات حول تسوية الوضع والتي أسمرت عن اتفاق لفتح ممرات آمنة لإلاء المدنيين من مناطق القتال رفضت أوكرانيا مطالب روسيا باستسلام مدينة ماريو بول وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيرتشوك قالت إن تخالي أوكرانيا عن مدينة ماريبول وإلقاء السلاح أمر غير وارد يأتي ذلك بعد أن دعت روسيا الكوات الأوكرانية إلى إلقاء السلاح في المدينة الساحلية المحاصرة وقال مدير المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع ميخايل ميزدشيف قال إن كل من يلقون أسلحتهم تضمن لهم موسكو ممرا آمنا إلى خارج ماريبول حاملين همومة وأوجاع اللجوء قبل حمل أمتعتهم وأغراضهم التي استطاعوا حملها يتجه سكان مدينة ماريبول إلى أماكن آمنة بعد رفض أوكرانيا الإنظار الروسي لإستسلام المدينة المحاصرة في غضون ذلك صارت المدينة كمدينة الأشباح بعد تضرر أكثر من 80% من البنية التحتية للمدينة منذ بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت أوكرانيا إلى إلقاء أسلحتها وطالبت برد مكتوب على إنذارها من أجل حماية السكان والبنية التحتية لمدينة ماريبول ومع تواصل حرب الشوارع واصل مدينة الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا باتت جثث القتلى تملأ شوارع المدينة إلى ذلك أفاد مسؤولون الروس على المقتل نائب قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود أندريه بالي في معارك مع القوات الأوكرانية قرب ماريبول وتعتبر مدينة ماريبول هدفا رئيسيا في الحرب فهي تؤمن تواصلا بين القوات الروسية في شبه جزيرة القرم في الجنوب الغربي والأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الشمال والشرق أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل 15 ألف جندي روسي وتدمير 500 دبابة و100 طائرة و240 من الأنظمة المدفعية منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن إجمالي الخسائر القتالية التقربية للقوات الروسية بلغ حوالي 15 ألف شخص و498 دبابة و1535 مركبة قتالية مدرعة و240 من الأنظمة المدفعية أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال القتالية قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الشمال الشرقي توقف ولا يزال الجزء الأكبر منها على بعد أكثر من 25 كيلو متر من وسط المدينة وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القتال العنيف مستمر شمالي كييف مشيرة إلى أن المقاومة الأوكرانية أوقفت القوات الروسية والتي تتقدم من اتجاه هوستمول إلى الشمال الغربي أكد وزير الدفاع الأمريكية لايد أوستن أن روسيا ستواجه رد قويا من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي حال استخدام أسلحة ضمار شامل في أوكرانيا أفضح أوستن أن استخدام روسيا لأسلحة أشد تدميرا في أوكرانيا يدل على أن رئيس فلاديمير بوتين يحاول إعطاء بعض الزخم لقواته وتوقع وزير الدفاع الأمريكية أن تستمر القوات الروسية في استهداف البلدات والمدن بسبب صعوبة العمليات العسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال الكريملين أن أوروبا ستتعرض لضربة شديدة في حالة فرض حظر على النفط الروسي وأوضح المتحدث باسم الكريملين دماتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي إن فرض أي حظر نفطي معقد للغاية ومشيرا إلى أن القرار سيضر بتوازن الطاقة في القرارة لكنه لن يؤثر على الولايات المتحدة ويضغط بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل فرض حظر على النفط في إطار تصعيد العقوبة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا دعا رئيس الأوكراني فلاديمار زالنسكي قادة أوروبا لوقف التجارة مع روسيا من أجل الضغط على موسكو لوقف الهجوم على أوكرانيا وفي خطاب وجهه عبر مقطع فيديو حث زالنسكي قادة الدول الأوروبية على وقف ما وصفها برعاية أسلحة الحرب كما دعا الأوروبيين إلى غلق الموانئ أمام التجارة الروسية وعدم استيراد البضائع من روسيا يعقد وزراء خارجيات الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعات في بروكسل لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد تدرس فرض حظر على النفط الروسي بسبب الهجوم على أوكرانيا هذا وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات قبل وصول بايدن إلى بروكسل لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء العضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة تستبع بما فيها اليابان ألنت نيوزيلندا تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بأكثر من سلاسة ملايين دولار في شكل أموال ومساعدات عسكرية غير فتكة وأوضحت رئيسة الوزراء جاسياندا أدريلن أن الأموال ستواجه بشكل أساسي إلى صندوق اتمان لحلف شمال الأطلسي وذلك لتوفير الوقود ومعدات للإسعافات الأولية لدعم أوكرانيا وأضافت خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم توفير معدات تكتيكية كالدروع الواقية للجسد والخذات والسترات وبذلك يصل إجمالي المساعدات النيوزيلندية لأوكرانيا إلى أحد عشر مليون دولار نيوزيلندي أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام السواريخ كنجال فرط صوتية لتدمير مخزن لأسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من السواريخ بعد الكشف عنه في مارس 2018 موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام واستكمال ما تبقى في الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تسببت الأزمة الأوكرانية في تداعيات اقتصادية كبيرة على اقتصاد البلدين وفقدت العملة الروسية الروبل نحو 40% من قيمتها كما امتدت تداعيات الاقتصادية لأوكرانيا والتي علقت التداول على العملات وأقرت برنا مجل المساعدة الطريقة من صندوق النقد الدولية منذ انطلاق الرصاصة الأولى خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لحقت أضرار بالغة باقتصاد البلدين الذين اتبعت السلطات في هيمات اكتكات مختلفة لدعم العملة الوطنية المترجعة وقد حققت تلك المقاربات نجحات متفاوتة قبل بدء العملية العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي كان سعر صرف الروبل الروسي نحو 80 مقابل الدولار لكنه فقد 40% من قيمته في الأيام التي تلت العملية متراجعا إلى مستوى غير مسبوق بلغ 150 روبل للدولار الواحد إلا أن العملة الوطنية الروسية عادت وعوضت بعضا من خسائرها لتسجل نحو 105 روبلات للدولار الواحد مستفيدة على ما يبدو من المحادثات الجارية بين موسكو وكييف لوضع حد للنزاع على الجانب الآخر وفي أوكرانيا حيث تفرد السلطات الأحكام العرفية كما علق المصرف المركزي كل عمليات التداول بالعملات وحدد سعرا للصرف عند 29 هيرفينيا للدولار الواحد كذلك حضر المركزي الأوكراني عمليات السحب بالعملات الأجنبية وغالبية عمليات الدفع عبر الحدود كما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج للمساعدات الطارئة لأوكرانيا بقيمة مليار و400 مليون دولار تلك الضربة الاقتصادية لم تتلقاها روسيا وأوكرانيا فحسب بل امتدت تأثيراتها إلى الاقتصاد العالمي مع تفاقم أزمة الطاقة وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم سجلت فرنسا ما يقرب من 90 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المتوسط خلال الأيام السبع مما يمثل زيادة بنسبة 36% على الأسبوع السابق عندما رفعت الحكومة معظم إجراءات البروتوكول الصحي لكورونا يشير رفع القيود إلى أنه لم يعد لزاما وضع الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى كما رفعت فرنسا شرط تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح في أماكن كالحانات ودور السينما تعتزم هونغ كونغ تخفيف بعض إجراءات مكافحة فيروس كورونا بداية من الشهر القادم وقالت رئيسة التنفيذية كاري العام إنه سيتم رفع حظر الطيران أعتبارا من الأول من أبريل في حين قد يتم خفض فترة الحجر الصحية في الفنادق للوافدين من 14 يوما إلى 7 أيام إذا جاءت نتائج الاختبار سلبية مشيرة إلى أن المدارس ستستأنف الدراسة المباشرة اعتبارا من 19 من أبريل بينما ستفتح الأماكن العامة بما في ذلك المرافق الرياضية ابتداء من 21 من أبريل أعلنت الصين أنها ستشدد إجراءات الإغلاق العام بمدينة جيلين شمال شرق البلاد بعد طفرة بإصابة فيروس كورونا وأوضح مسؤولون بالمدينة أنه سيتم فرض إغلاق عام بالمدينة البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة وقد تمكنت الصين والتي رصدت فيها أول حالة إصابة فيروس كورونا في نهاية العام 2019 قد تمكنت من احتواء الجائحة بشكل كبير وذلك من خلال اعتمادها واعتماد تدابير احتواء صارمة منذ مطلع العام 2020 ولكن أدى انتشار المتحور أوميكرون إلى ظهور عدة بؤر وبائية في جميع أنحاء البلاد أدانت الولايات المتحدة هجمات قوات الحوسية على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة ماضية والتي استهدفت منشآت معالجة المياه والبنية التحتية لنفط والغاز الطبعية وقال مستشار الأمن القومي لرئيس الأمريكي أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بموافقة الحوسيين على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعثها الذي يعمل على عملية تدريجية لتهدئة الصراع شددت الولايات المتحدة على دعم هذه الجهود بشكل كامل وموصلة تقديم الدعم الكامل لشركائها في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوسيين كما حست المجتمع الدولي على أن يحذو حزوها في هذا الصدد أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال ثلاثة رهبين خلال عملية أمنية بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان رسمي ذكرت أن القوات الأمنية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وترد فلول تنظيم داعش الإرهابي وإحباط العمليات الإرهابية في البلاد استقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الرئيس اللبناني في المكتب الباباوي بالفاتيكان وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني عقد اجتماعا مع أميني سر الدولة الباباوية الكاردنال بيترو باررين في حضور وزير الخارجية المونسور جامبول أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية سفير أحمد أبو الغيط أن لبنان قادر على استعادة قواه ودوله الإقليمي الفاعل في الجامعة العربية وفي الوطن العربي بشكل عام جاء ذلك خلال لقاه بالباتريارك الماروني مار بشارة بوترس الراعي بحضور السفير اللبناني بالقاهرة وقد شهد اللقاء تباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع اللبناني نحن كمان هك منريد كلبنانيين ما منريد أبدا لبنان يكون عالي على حدا منريد لبنان يكون فعلا بلد يعضد يساعد يلعب دور يقدر رسالته بكل حال اليوم لبنان مارق بصعوبة مارق بمرضة أنا بسميه منلتشق للأصدقاء هذه الزيارة دخلت بهذا الإطار بكل مضامينه وهذه مناسبة حتى نحن نعبر عن محبتنا لمعلي لمعوني للجامعة العربية ككل هالبيت هاللي نحن نعتبره بيتنا لأنه فيه منحس أنه منعيش جمال العائلة العربية هاللي لبنان هو من قلبه ومن صميمة أطلقت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مصابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي تستمر فعليتها على مدار اليوم وغدا وتعد مؤسسة شباب القادة مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وقلق أجال جديدة قادر على قيادة المجتمعية والسياسية وكذلك الإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب تعمل المؤسسة من خلال برامجة رئيسية هي برنامج القادة لدعم طلاب الجامعات المصرية أصحاب المهارات القيادية ومنصة الأنشطة الطلابية لدعم الأنشطة الطلابية وأنشطتهم المختلفة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني فمؤسسة شباب القادة الأهمية الكبرى التي تعملها أنه بتجمع أكبر عدد ممكن من شباب الجامعات عشان يتنفسه في ست قطاعات عندنا أنشطة طلابية محترمة الشباب بيشتغل فيها زي قطاع مهم اسمه قطاع التصنيع والإنتاج فهنشوف شباب مبتكر بيعمل صناعات بمختلف أنواحها هنشوف شباب إزاي بيقدر يعمل ويشتغل في الملف البيئي نشوف شباب إزاي بيقدر يشتغل في ملف من نازج المحكاة شايفين شباب بيشتغل في الملف البيئي شباب كمان تاني بيشتغل في ملف التضامن الاجتماعي أنا بحكم أن أنا كنت في لجنة التحكيم الخاصة بالمجال التصنيع الحقيقة احتكيت بأفكار كتيرة ومشروعات الشباب بتقدموا بيها ألاف الشباب عادنا معهم شوفنا مشروعاتهم فيما يخص النشاط التصنيع وشوفت الحقيقة مجموعة من الأفكار المبتكرة والمبدعة اللي أم بيها الشباب المصري بكل إيجابية وبكل فعالية وأفكار جديدة وأفكار محترمة لو قدرنا فعلا أننا ننفذها معنا أكتر من 500 نشاط طلابي على المستوى الجمهورية من اسكندريا الأسوان جماعات حكومة وجماعات خاصة وجماعات أهلية كل نشاط طلابي عندنا ست مجالات الأنشاط طلابية بتتنافس فيهم فكل واحد يبتدي يشتغل على المحور اللي هو شغال فيه المجالات اللي احنا نشتغل فيها الطب والصحة العامة التكنولوجيا والابتكار، التصنيع، مجال التنمية البشرية، المجال البيئي ومجال نماذج المحاكاة الجروب اسمه روبو كلاب احنا بنعمل ان احنا عندنا عايزين نعلم الطلاب تلات حاجات عندنا عايزين نعلمهم صوفت سكيلز، انتربرنيرشيب والتكنيكال سكيلز اللي ممكن تبقى متواجدة مع طلاب ميكاترونيكس وكهرباء وطلاب كمبيوتر ساينس دول اكتر ناس شغالين عليهم حاليا عشان نعمل زي نأهلهم انهم يقدروا يعملوا ستارتاب بروجيكت لما يكبروا شارق وزير الاوقاف محمد مختار جمعة في افتتاح مؤتمر خدمات الحج والعمرة بمدينة جدة وذلك بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفصل وعلى هامش اعمال المؤتمر التقى وزير الاوقاف بعدد من وزراء الشؤون الاسلامية والاوقاف بالعالم الاسلامي حيث تم تبادل بعض الرؤى حول الموضوعات والقضايا الدينية وبخاصة القضايا العصرية المتصلة ببناء الدولة والحفاظ عليها ومفهوم الدولة وتطورها في العصر الحديث كما تطرق الحديث حول التعاون المستمر في نشر الفكر الوسطي المستنير ومجابهة الافكار الظلامية والمتطرفة تفقد محافظ الغربية طارق رحمي عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتا الجولة بدأت بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية بقرية نهطاي كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية وأعمال تبطين طرعة العطف والطرعة قائم نهطاي كما تم تفقد مركز شباب متكامل بقرية كفر صنباط بتكلفة إجمالية 6.4 مليون جنيه وكذلك إنشاء خمسة عمارات سكنية بتكلفة 79 مليون جنيه ويتم تنفيذ 1236 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتا بتكلفة إجمالية 4.3 مليون جنيه تواصل القافلة الطبية المجانية تقديم خدماتها لأهالي قرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 107 حالة بمختلف التخصصات الطبية كما تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات والصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس وأكد البنك المركزي أن تحقيق معدلات تدخم منخفضة ومستقر على المدى المتوسط يعد شرط أساسي لدعم القوى الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة أضاف البنك المركزي أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ كنتيجة لعوامل خارجية قالت مؤسسة جولدنمان ساكس أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستكون لها نعكسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتطفقات الاستثمارية الوافدة إلى البلاد وذكرت ساكس في مذكرة بحسية اليوم أن هذه الخطوة ستزيد من جذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية أضفت المؤسسة الدولية أن الخطوة ستساعد على تحسن تصنيف العملة المصرية وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجليه المصري من جانب الصناديق الدولية تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة مركز التحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية والذي تقوم بتشغيل الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو وذلك على هامش نعقاد الجمعية العامة للشركة تزامنا مع اليوبيل الفضي لتأسيسها وأكد الوزير في كلمة له على أهمية دور جاسكو في التعامل مع الموقف بحرفية شديدة سواء على المستويين المحلي أو الإقليمي خاصة وأن الغاز الطبيعي أصبح الآن حديث العالم ومصدر هام من مصادر الطاقة الأولية أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع بأن القيادة السياسية والحكومة ليوليان اهتمما كبيرا بتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الألمانية في تطوير الصناعة وخلال لقاء عقدته مع الوفد التجاري والاستثماري الألماني الذي يزور مصر حاليا لفتت الوزيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصرية وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية استقبل المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفدا من كبرى الشركات الألمانية في القاهرة لبحث فرص زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وقال عبدالوهاب أن قصص برنامج الإصلاح الاقتصادي بشقي التشريعي والتنفيذي نجح في جذب عدد كبير من الشركات الألمانية وأضاف عبدالوهاب أن العام المالي الماضي شهد تأسيس ما يقرب من 70 شركة باستثمارات ألمانية كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا بنسبة 12% استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفدا حكوميا إيطاليا برئاسة سفيري إيطاليا بالقاهرة وذلك لاستراد أخر تطورات العمل بالمدينة وإمكانات الاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في مجال صناعة الجلود ونقلها للصناعة الوطنية وخلال الزيارة تم استراد مراحل إنشاء المشروع وتطورات الحالية بالمدينة كما تم الإشارة إلى الإمكانات والمقاومات الكبيرة التي تشمل من خلالها وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء ومنطقة المائة مصنع من جانبه أكد سفير إيطاليا بالقاهرة استعداد الحكومة الإيطالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمدينة الجلود بالروبيكي بصفة خاصة وقطاع إنتاج الجلود في مصر بصفة عامة أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات المؤسسات المصرية والعربية هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بنحو ثلاثين ونصف مليار جنيه ليصل بذلك إلى مستوى سبعمائة وتسعة وثلاثين وسبعة من عشر مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو خمسة مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إيجي إكس سيفينتي بنسبة أربعة وتسعة من عشر في المائة ليغلق عند مستوى أحد عشر ألف وخمسمائة وحد عشر نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس سيفينتي بنسبة اثنين وثمانية من عشر في المائة ليغلق عند مستوى ألف وتسعمائة وتسع وسبعين نقطة كما صعد مؤشر إيجي إكس وان هندرت بنسبة ثلاثة ونصف في المائة ليغلق عند مستوى ألفين وتسعمائة وستين وتسعين نقطة وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنانة رمسيس خبيرة أسواق المال أستاذة حنانة كيف تقيمين أداء البورصة المصرية اليوم خاصة في ضوء عدد من الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية طبعا كان النهاردة تأثير اتفاع السعر الفايدة وطبعا اتفاع السعر الضدار مقابل الجنيه له الأثر الأعظم في اتفاع المؤشرات البورصة المصرية طبعا كان في اتفاع المؤشر رئيس البورصة بكتر من 4% المؤشرات الفراعية عملة برضو اتفاعات ما بين 3.5% إلى 4% وده بيرجع لشيء مهم يعني أعاد الأزهان وصول متعاملين المصريين المؤسسات المحلية المصرية ما حصل في 2016 وارتفاع الدولار المقابل الجنيه وارتفاع مؤشرات البورصة وتكوين مرافع الشرائية من قبل متعمل الأجانب طبعا لازم نحط في اعتبارنا أن المتعمل الأجانب كل ما بتزيد قيمة الدولار المقابل الجنيه بيرتفع القدرة الشرائية وبيبقى عندهم يعني دخل فيولة قوية في البورصة المصرية وشفنا أن في الفتر اللي كان فيه انخفاض الأسعار الأسهم من خفاض الحاد فطبعا بيرتدي يتكونوا مراكز شرائية بيبتدي يدخل فيه قوية والسرعة دي بتزعم أداء المؤشرات طبعا تأثير رفع أسعار الفايد المقابل بيبقى تأثير سلبي على مؤشرات البورصة ولكن دي المرة الأولى اللي تتاعد فيها المؤشرات بالإيجاب لأن تزامن مع رفع أسعار الفايدة وجود رفع لأسعار الدولار بقابل الجنيه المصر طبعا إحنا عندنا في البورصة لما بيكون فيه تضخم في الحياة الاقتصادية البورصة بتبقى ملاز آمن للاستعاب المقود من خطر التضخم لأنها طبعا إحنا عندنا الجنيه بيساوي عدد كبير من الأسهم وليس عدد بالقليل حتى لو كان السهم بجنيه فيبقى السهم محمل بالأرباح الرأس المالية نتيجة تحرقات الأسعار ومحمل كمان بالكبون هو العائد اللي بتصرف الشركة عن أداءها المالي الجيد خلال العام طبعا أنا من وجهة نظر الشخصية هل تستمر المؤشرات في الارتفاع في الفترة القادمة أم هتبقى على هذا المنوال أنا شايفة أنه ممكن فيه ارتفاع طبعا بالمؤشرات في الفترة القادمة المزيد من ضخ السيولة أبرز القطاعات الرابحة وأيضا الجاذبة في الفترة القادمة إذن داخل البورصة المصرية وتدولتها طبعا القطاع البنكي هو هيبقى من القطاعات المستفيدة من رفع أسعار الفايدة لأنه هيبقى مستفيد من منح القروض ومن أسعار الفايدة على القروض كما أن برضو البنوك في الفترة الحالية بتتسعى إلى عمل أوعية الدخلية نجاز بالعديد من الاسمارات يؤثر على أداء البنك وتوافر السيولة فيه في قطاع الأفر هو الخدمات المالية لغير مصرفية فيها العديد من الشركات عندها ودايع بنكية وعندها أمشطة تتعلق بالتعامل في سنوات الخزانة وتتعلق بأيزان الخزانة والأدوات الدين فده ممكن يؤدي إلى ارتفاع أداءها وتؤثر بالتجاب طبعا في القطاعات اللي هتبقى خسرة أو هتبقى أداءها متأثر ولكن طبعا متأثرة بارتفاع أسعار النص هي الشركات اللي بتعمل في مجال الإنتاج ولكن أطلعنا البنك المركزي ووزير المالية على بقاء الدولار الجمروكي على نفس مستوياته 16 دولار وده ممكن ينبئ إن هو يبقى الحالة نوعا ممستقرة وطبعا بمرور الوقت سوف نستقر الوضع ونحدد ما هي القطاعات المستفيدة الأكثر وما هي القطاعات اللي هتتأثر بالسلح نعم أشكرك جزيلا شكر الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قررت الحكومة إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف أثارها على المواطنين أشارت الحكومة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسر جديدة للمستفيدين من برنامج تكاف الوكرامة وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيه بدءا من أول أبريل القادم وزيادة حد الآفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه كما أضافت الحكومة أنه سيتم اعتبار من مرتب شهر إبريل القادم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى أشارت الحكومة إلى أنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر أبريل القادم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعملين غير المخاطبين به كما أوضحت الحكومة كذلك أنه سيتم تدير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه ودون حد أقصى ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وزيادة الحافز الإضافي المقرر لهم جميعا اعتبارا من الشهر القادم وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موزنة العام المالي القادم بمبلغ 400 مليار جنيه ولفتت الحكومة إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيه للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج في نهاية الشهر القادم لافتا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقرية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه هذا وأكدت للحكومة أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البرصة المصرية وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبرصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها أكدت الحكومة كذلك تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى الحادي والسلسين من ديسمبر 2022 لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العب على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها وتوفير حافظ للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارا من 2023 فضلا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات في منطقة الخليج تباينت اتجاهات أسواق الأسهم وسترتفاعا في أسعار النفط واستمرار لتداعيات الأزمة الأوكرانية في الإمارات العربية صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.34% في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.18% في المملكة العربية السعودية صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% بينما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.7% بهذا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى أن نذكر حضرتكم بأهم عنوينها رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على ضمان توفر السلع للمواطنين واسترقابة مشددة على الأسواق تباصل جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة زيلينسكي يدعو قادة أوروبا لوقف التجارة والسيراد البضاء من روسيا نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا للمشاهدة